في الايام الاولى من بدء كورونا عدد كبير من الاقتصاديين في كل دول العالم قالوا اقتصاد ما بعد كورونا مختلف عن اقتصاد ما قبل كورونا انا وانت على باب الله فعني مناش في الاقتصادات الكبرى او كده لكن هب يا امر فاتت ثلاث شهور وابتدت الناس تنزل وتخرج والكلام ده وابتدت شركات عالمية كبرى تقول جاي جاي شركات بتعلن افلاسها بس لما اجا اقول لك فيه شركات امريكية او عالمية بتعلن افلاسها عايز اقول لك فيه فرق فيه الافلاس في امريكا والافلاس في مصر هنا في مصر خلاص جابت ضرافة والديانة يتلموا على المحل ويبعوه ويقسموا اللي فيه في امريكا والدول المتقدمة يقول لك لا احنا رايحين قانون يحمينا قبل ان نفلس كشركة يعني مثلا شركة عالمية زي شركة بتزهط عندها بس جوة امريكا 1222 فرح وفوق 350 مدجر طبعا اللي افروح في كل انحاء العالم ولي افروح في مصر الشركة دي اعلنت افلاسها بتقول لك انا مديونة بتسعمية وتلاتين مليون دولار بسبب التلات شهور اللي احنا عدناهم في البيت طب ايه اللي حصل يا بيت زهط قلت لك والله الناس مجوش مطاعمنا في التلات شهور وانا عندي عمالة كتيرة ما سرحتهاش فالنتيجة ان انا اتزنقت خدت فلوس قبضت حتى الطلب على الاكل بتاعي لازم احتفظ بنفس الاسعار بتاعت الديليفري واحتاجت اجيب عمالة مدربة علشان توصل الطلبات النتيجة من الاخر في التلات شهور ان انا فلست طب حل شركة بيت زهط بس لا انا عندي قائمة بشركات مور عبة يكفي انك تعرف مثلا ان شركة نيسان موتورز مهددة باغلاق مصانعها في الولايات المتحدة الامريكية اكبر شركة لتأجير السيارات هيرتز رفع الدعوة افلاس اكبر شركة نقل شاحنات عندها 4000 شاحنة اكبر شركة بيع تجزئة اكبر مستسبر في العالم وارن بافت خسر 50 مليار دولار في شهرين اللي فاتوا في استثماراتوا توقف اكبر مول تجاري في امريكا مولو في امريكا عن دفع اقصاد القرد العقاري هذا يحدث في امريكا الاقتصاد الاول في العالم ويحدث ايضا في المانيا في شركات كبيرة مثلا زي واير كارد دي شركة مديونة باربع مليار دولار الحكومة الالمانية مضطرة انها تخشت ساع شركة لفت هنزة للطيران الالمانية الحكومة الالمانية ضخط فيها 2 مليار دولار انا بكلمك على اساطين شركات عالمية احنا رايحين يعني عارف ايه انكشف الغطاء بعد كورونا على كوارس كتيرة جدا احنا جزء من العالم وما يجري في الخارج بيجري عندنا احنا بنتأثر به حلا قدر الله ده ورد يحصل عندنا وقلتلك فيه فرق كبير في الافلاس برا والافلاس هنا افلاس برا بيساعدوا عايز اقولك ايضا ان طاقة العمل في امريكا 160 مليون عامل وموظف يعني 160 مليون وظيفة في الثلاث شهور اللي فاتوا 25% من الوظايف الناس قعدت في بيته 40 مليون حجم طلبات المساعدات اللي هي اعانت البطالة كبيرة جدا انا اهمني طبعا بلدي ايه الاخبار